موسيقى هناك أشياء أخي الحبيب ذكرها القرآن تقع خارج دائرة العقل البشر والنبي ذكرها أيضا لأن النبي أوتي العلم لدني النبي محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله هذا العلم والدليل مئات الأحاديث الشارفة التي تقع تفسيرها يقع خارج دائرة العقل البشر واليوم أنا لدي حديث أود أن أتأمله معكم انظر معي أخي الحبيب النبي كان في جنازة ذات يوم فجلس ينكت في الأرض كان معه عود أو شيء يعني أراد أن يلفت انتباه الناس ماذا يفعل النبي ثم التفت إليهم فقال لهم ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من النار ومقعده من الجنة هذه قضية خطيرة كلنا نعلم أن الإنسان إذا عمل خيرا يدخل الجنة إذا عمل شرا يدخل طيب كيف ما منكم من أحد إلا وقد كتبه مسبقا يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض قبل أن يخلق يخلق الله السماوات والأرض فهنا الصحابة الكرام ماذا قالوا قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا يعني نترك العبادات ونترك كل شيء ونسير وراء أهوائنا ووراء شهواتنا ولن نغير شيئا في قضاء الله قال لا أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل نترك العبادات نترك فعل الخيرات قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فسيسر من كان يعني من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء يعني النار عليها ذو الله فسيسر لعمل أهل الشقاء وثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة ترجمة نانسي قنقر